كسكسي مغربي نحتاج فيه ايه؟ سجلوا المقادير كسكسي الحادق مش الحلو هيبقى حلو جدا معاكم هنحتاج فيه لحمة اي نوع لحمة انتوا عايزين انا النهاردة واخد لحمة رقبة انتوا احرار تاخدوا اللي انتوا عايزين اي قطعة من اللحم براحتكم خالص لفت بطاطا حلوة عندي هنا كمان كوسة عندي قرع عسلي بالقشر بتاعه جزر نقشره حزمة من الكزبرة والبقدونس كزبرو المعدنوس ملح فلفل اسود عندي جنزبيل عندي كركم وعندي مكعبات مرأة فلفل حار وعندي هنا كمان بصل مفروم ناعم جدا وطماطم مفرومة ناعم جدا واحتاج فيها زيت عادي وزيت زتون وسمنا مغربي طيب عندي بالنسبة للكسكسي الكسكسي بيتباع مفتول وجاهز في السوبر ماركت عايزين نبقى نعمل حلقة عشان اوريكم ازاي بنفتل الكسكسي في المغرب هنا مفتول وجاهز بس برضو بيسلم مننا لا اكيد ما بيسلمش مننا بنعمله بطريقة مختلفة تماما هتشوفوها النهاردة عندي الحلة بتاعتي اهيبس من الله الرحمن الرحيم هاخد خليط زيت زتون وزيت عادي يا بيبة سلام عليكم حبيبة يا حبيبة أعلي صوتك يا بيبة تكلمينا تاني يا حبيبة اهو هحط شوية زيت عادي زيت زتون وشوية سمنة فيه ناس ما بتحبش تحط سمنة من دلوقتي انا بحب حطها دلوقتي بتدي طعم خطير يعني بيجي طعمه حلو جدا هحط بقى البصل اهو بسم الله في الحلة بتاعتي اهو حطيت بصل معانا مقادير الفيزا شكرا حطيت بصل حطيت طماطم المادة الدهنية كانت عندي شوية من زيت عادي وشوية زيت زتون ومعاهم شوية سمنة مغربي حطيت عليهم البصل بيغلي معايا شوية حطيت طماطم وحطيت اللحمة بتاعتي هاخد بقى الجنزبي للتتبيلة بصوا الكسكوسي توابله بسيطة جدا الكركم اهو الفلفل اسود ما تكترهوش كتير جدا والملح بتاعنا نيجي بقى الكسكوسي هنعمل ايه للكسكوسي بسم الله خليني نشمر يدي اول حاجة للكسكوسي هاخد الكسكوسي بتاعي هعمله في الحلة او سوري في البسيمة بتاعتي وهقوم واخده هنا شوية ميا اهو وانص انه بيطلع لي البخار كده تمام هاخده وهنزله على ايه طبعا بيتلاقوه السوا عن كده انا مش سايبا عشرين دي انا ماكملتش ثلاث دقايق او دقايقتين وبعملها قدامكم بس لازم اعمل الحركة دي قدامكم عشان تعرفوا انا بعملها ازاي او ايه اللي بيحصل عندنا في الكسكوسي عشان يستوي معانا عشرين دقيقة بثلاث مرات بعملوا بالشكل ده بيبقى سخن جدا اقلبوه بمعلقة باخد شوية ميا تاني وابتدي ارش بايدي المرة الاولانية حطيت كوباية المرة التانية احط نص كوباية وهبتدي اقلب فيه ناخد بنا عشان هيبقى معاكم سخن جدا خلوه يهدى خمس دقايق واعملوه بايديكم او اعملوه بمعلقة خشبية هيبقى معاكم حلو جدا بلاش سيليكون عشان ما تضغطوش عليه قوي اشتركوا في القناة